اشتركوا في القناة هي ساعة منحازة بامتياز للوطن والمواطن المواطن القابض على الجمر جمر الاحتلال وجمر الفساد والظلم والفقر والقمع يقول رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أن الفساد قد وجد بوجود الإنسان وأن الفساد والاحتلال وجهين لعملة واحدة وفي فيتنام يقولون إذا أردت أن تفسد ثورة فاغرقها بالمال 12 مألفا للفساد أحيلت للمحاكم في العام 2011 حسب صفحة هيئة مكافحة الفساد وبالكاد سمعنا عن أحكام صدرت فيها شبهات فساد تحوم حول شخصيات تتولى مناصب عليا تحقيقات مع وزراء كانوا على رأس عملهم محاكمات غيابية أحيانا إقرار زمام مالية لكبار الموظفين إنجاز حققته الهيئة إذن هي إنجازات وإخفاقات نبحثها في هذه الحلقة ونسأل في الممنوع من جهة للتوضيح ومن جهة من باب حقنا في المعرفة لأننا نخشى أن تفسد ثورتنا أو بمعنى أصح سلطتنا إن غرقت في المال والفساد السياسي فابقوا معنا نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ رفيق النتش رئيس هيئة مكافحة الفساد أهلا وسهلا بك وشكرا لقبولك هذه الدعوة أهلا بكم نحن تشرفنا بحضورنا إليكم شكرا لك يعني في البداية هل هناك أسئلة ممنوعة؟ لا يوجد بالنسبة لأي سؤال ممنوع ولكن يجب أيضا أن تتقبلوا أي جواب وأن لا يكون هناك أي جواب ممنوع نعم هذا ما أردت أن يكون واضح وجهنا بأن الأسئلة ممنوعة مع بعض الضيوف وسأبدأ بأسئلة تمهيدية لها علاقة بالهيئة أولا كيف ومتى جرى تعيينك لهذا المنصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا فجئت وأنني سميت هذا المنصب ولم يكن عندي أي فكرة وإن كان الموضوع في ذهني موضوع محاربة الفساد منذ وجهة منظمة التحريف نعم وحينما قرر الرئيس محمود عباس تشكيل هيئة يعني بالنتجة المشاورات والمداولات سماني رئيسا لهذه الهيئة وصدر مرسوم رئاسي بتعيين رئيسا لهذه الهيئة وبدأت أعمل مع إخواني القانونيين في الوطن من أجل إصدار قانون عصري متقدم متميز هذا ما تم وأعلن عنه الرئيس إذن تعيينك سبق إقرار القانون بمعنى قانون مكافحة الفساد لأن القانون ينص على التعيين يتم بقرار من رئيس السلطة ولكن بناء على تنسيم رئيس أو من مجلس الوزراء وهذا ما لم يتم في حالتك لم يكن تنسيب من مجلس الوزراء كان تنسيبا من مجلس الوزراء وأصدر الرئيس بناء على التنسيب مرسوما بهذا التنسيب لمن يقسم القسم رئيس الهيئة في الوقت الحاضر يقسم أمام الرئيس لأن الرئيس يقوم الآن بصلاحياته حسب القانون الأساسي في غياب المجلس التشريعي وهناك مادة معروفة تقول بأنه حالة اجتماع المجلس التشريعي تقدم له كل المراسيم التي صدرت أثناء غياب المجلس وللمجلس أن يقرها أو يرغيها أو يعدلها وبالتالي نحن الآن حصل أن أقسمنا أمام السيد الرئيس فقط نعم وبدون حضور رئيس مجلس التشريعي ولا رئيس القضاء الأعلى لا حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى لكن أنا لست متأكدا من هذا القانون نعم لأن هذا أيضا جزء من القانون الذي أشرت إليه وهناك أيضا قضية أخرى متعلقة بهذا القانون وهي كيف ستحاسب من عينك نتحدث عن ميزات القانون في القانون بإمكان الهيئة أن تستدعي رئيس السلطة وأن تحاسب رئيس السلطة كيف يمكن لمن عين وكلف رئيس الهيئة أن يحاسب من القضاء هذه قاعدة قانونية معروفة في كل الدول الديمقراطية الخاصة أن الرئيس عين أحيانا رئيس المحكمة العليا أحيانا القاضي أحيانا القضاء ولكن حال الانتهاء من تعيينهم يصبح أحرارا في عملهم لا تأثير ولا سلطة للرئيس عليهم وبالتالي يقوم بعلمهم حسب القانون ونحن هنا أيضا الرئيس أصدر القرار وتم التعيين ولكن القانون يقول بأننا مستقلين عن الجميع لا وصاية علينا لا من الرئيس ولا مجلس الوزراء ولا من أجهة أخرى والاستقلال هذا أيضا مالي والاستقلال مالي بما عدا أننا نأخذ موازنتنا من السلطة كرقم يحدد في الموازنة من يحدد الموازنة؟ نحن نقتلع على مجلس الوزراء طبعا وزير المالية وهم يقررون ولكن لا يوجد مشكلة موازنة العامة من المفترض أن تقر بقانون وهذا ما لم يحدث منذ لحظة الانقلاب إلى اليوم لم تقر بقانون بسبب عدم الإعقاد التشريع إلى آخرين يضعها رئيس الوزراء وتحكم في الصرف وزير المالية إذن أين الاستقلالية للهيئة بشكل أساسي ولكثير من الهيئات بين قوسين تقول عن نفسها مستقل إذن لا يوجد استقلال مالي يعني الاستقلال المالي بأن في أوجه الصرف نعم في الهيئة يتم حسب أصول مالية يتم متفق عليها فيما يتعلق بالارتباط بالأنظمة المالية الحكومية بغضرة مالية نعم وفيما يتعلق بالاستقلال في الهيئة فنحن نعين حاجتنا من الموظفين نعم ونحن نضع النظام المالي ولا أحد يتدخل في التعينات مطلقا ولا أنا للعلم يعني نحن نعلن لجنة تدرس الطلبات لجنة من أساسة الجامعة والمحامين والمختصين لوضع آلية تنفيذ المعايير التي وضعت نعم وبطلع فلان أول فلان تاني فلان تالت نعتمدها ونصيرها هكذا لا يوجد غلطة واحدة عندنا والحمد لله الحمد لله لا فيه عندنا واسطة لأحد ولا لواحد واللي عنده يتفضل يعني الاتهامات التي وردت في الإعلام وكنا نتحدث عنها قبل التسجيل بأنك عينت كل أفراد العائلة والأقارب والأنسباء ليست صحيح احنا ثلاثة كلنا ثلاثة اتنين منتدبين من وزارة الزراعة وبعدها المجلس تشيح كانوا معين تدبناهم نعم وأربعة وكلاء نيابة طلبنا انتدابهم وانتدبوهم ليسوا من الخليل ولا من أستراليا يعني حتى الآن أنا أعرف شو أعرف واحد من بيتكسي على ما أظن واحد من رمالة واحد من القدسة واحد من نابس يعني شو متأكد يعني لم توزع هذه ليست موجودة في ذهنها خارطة الجغرافية ليست موجودة بالنسبة للتوظيف مطلقة الذي يقول غيرها ما عناش ولا واحد على عائلة نعم أنا لو فيه واحد كف يستلم مركز مهم وهو أكفأ من غيره من دار النتشة أخي ابني ما بسأل أنا بدي الكفاءة نعم الكفاءة هي الأصل ولكن اللي حصل ما تعينش ولا واحد من دار النتشة وتفضلوا عنها نعم إذن على الإعلام أن يكون حزرا جدا فيما يقدم وبين الإعلام الذي يقدمه بناءنا على دراسات وعلى أخبار الصحيحة وبين الصحافة الصفية وبين التشويه والشتائم والردح وهذا يعني نعيذ وهذا غير مقبول أبدا وغير مقبول علينا نحن أيضا كإعلامين أبوابنا فتوحة نحن نتحدى خلي نجي واحد يقول فيه منه الكلام هذا ويجيبك ثلث من الصحفيين هيتفضلوا طبعا يجب أن نتأكد من كل المعلومات نحن هنا فقط نسأل ومن المهم أن يستمع الجمهور لهذه الإجابات حتى لا تزيد البالبالة وتكسر نحبتم أن تسألوا ما تريدون هل شكلتم مجلسا استشاريا حسب نص القانون نعم ممن يتشكل حاليا والله هو يعني اجتهاد واستشارات تمت توصلنا إلى وجود أخ العكر ممدوح نقيب المحامين السابق أحمر صياد نقيب المحامين الحالي في ذلك الوقت تعلم أن من رجال العمال أنور البدوي صاحب الشركة ومستشار وزير الداخلية لشؤون الأمنية ومستشار الرئيس لشؤون التكنولوجيا صيدم صبري صبري صيدم وأستاذ جامعة عن جامعات أبو خلف نعم ويعني من جهات مختلفة يمثلون قطاعات مختلفة أن توجد نساء في المجلس الاستشارية والله إحنا مش ممنوع نستشير النساء يعني صدفة ما صارش في يعني نود أن ننبذها يعني للعلم هذا من نضاقة النساء الصدف حسب الكفاءات وحسب ترشيح اللجان المختصة بالتوظيف أكثر الموظفين من النساء ما هذا ما يحدث دائما النساء في الوظائف عندما نتحدث عن مناصب عليا ومجالس استشارية تستثنى النساء رغم الكفاءات الموجودة فيعني قد تكون سقطت سهوا قضية وجود نساء والله لا يوجد نحن في ذهننا تمييز نعم بين النساء وعدم النساء فلا نقول سقطت سهوا لأنه نقول سهي نحن وجدنا هؤلاء مناسبين يعني نتمنى عليكم أن تبحثوا وستجدوا نساء مناسبات للمجلس هل للمجلس الاستشاري أي سيقل داخل الهيئة أم هو فقط تستشيلونه في قضايا متعلقة والله له ثقة بأنه استشاراته موضع احترامنا نعم ونحن بصدد عمل نجلس إداري مسؤول في المستقبل حينما نعدل القانون لكن حاليا يقوم بدور نحن نعتز به ونفتخر به ونستفيد منه جميل هل عينتم نائبا لكم أيضا حسب القانون والله حتى الآن نحن لم نعين نائبا لأنه كثرت الشروط والمواصفات المطلوبة في النائب يعني مش أنا طبعا يظن البعض أنه أنا مبسوط لحالي يعني بدون نائب لا الحقيقة مزيد من العمل والإرهاق وما فيش عنا شيء مخضى وما فيش شيء ذاتي عشان الوحد يعمل لذاته بعيدا عن نائب نعم من الحاجات التي يجب أن نسعى بتعيين نائب فيها سريعا هي نائب رئيس الهيئة يعني في حال غياب وسفر السيد رفيق النتش لا أحد يحل مكانك لا يوجد نائب يحل مكانك نحن كل أحد في شهره قايم بشهره قايم يعملوه ونحن على اتصال دائما مباشر ومستمر وبعدين أنا ما بغيب يعني بيوم يومين مش هل بشكل نعم أنت متواجد دائما في البلد قبل أن أذهب إلى التقرير أريد توضيح سريع عن الفرق بين جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية هناك لغط وخلط هي متقاربة لا شك وأحيانا تأخذ نفس المواصفات أحيانا يعني كل قضية فساد مالية كانت أم إدارية أم غير ذلك هي من اقتصاص الهيئة وعلى جميع الأجهزة بالسلطة حينما يأتيهم ملف فساد أن يحول إلى الهيئة والأول من يقوم بهذا العمل هو الرئيس نفسه وكذلك رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأجهز الأمنية وجميع الإخوة المسؤولين ونحن نعتز بتعاونهم معنا تعاون كامل وبالتالي أي ملف فساد رأسا يحول لهيئة مكافحة الفساد وأنتم تقررون إن كنتم ونحن نقرر حسب القانون من خلال المسؤولين مدير عام شؤون قانونية على فكرة 6 جميل نفخ بهذا نعم هذا اختصاصنا أو ماش اختصاصنا فإذا كان قصاصنا يحول للنيابة للتحقيق وإذا مش قصاصنا يعاد من حيث أتى لتحويله للجهة المختصة بكل الأحوال المسؤولية كبيرة وأسئلتنا كثيرة سنترحها بعد مشاهدة هذا التقرير القصير نصة المادة واحد في قانون مكافحة الفساد رقم واحد لسنة 2005 المعدل على أنه يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات السارية الجرائم الناتجة عن غسل الأموال كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة كل إساءة استعمال للسلطة قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا الكسب غير المشروع جميع الأفعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفساد وبموجب القرار بقانون رقم 7 الصادر عن الرئيس محمود عباس عام 2010 تشكلت هيئة مكافحة الفساد لتصبح الجهة الرسمية التي تتابع قضايا الفساد وكل ما يتعلق به ورغم إعلانات الهيئة عن استرجاع ملايين الدولارات ومئات الدنومات المسروقة وتحويل موظفين كبار للتحقيق أو المحاكمة إلا أنه وحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في استطلاع أجراه في شهر آذار الحالي أن 73% من الجمهور لا زالوا يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة في الضفة الغربية مقابل 62% يقولون بوجوده في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة وعلى خلفية إحالة السلطة في الضفة بعض ملفات الفساد للمحكمة يعتقد 53% من المستطلعين بجدية السلطة في مكافحة الفساد مقابل 43% يرونها غير جدية وفي حين تتضارب أعداد الملفات التي تنظر فيها الهيئة يتزايد قلق المراقبين من الضعف الذي تعانيه الهيئة وقانون مكافحة الفساد بشكل عام ففي حين يرى دكتور عزم الشعيبي أن أكثر أنواع الفساد وأخطرها هو الفساد السياسي الذي يغيب تعريفه من القانون ويبدو لبعض المراقبين أن الهيئة تعمل بشكل سياسي وبتوجيهات سياسية أسئلة كثيرة تدور حول ملفات الوزراء الذين تمت إحالتهم للمحكمة ولم يتم البت في قضاياهم رغم مرور أكثر من ستة أشهر على هذه الإحالة فيما يتم محاكمة آخرين بعجلة التحقيق مع شخصيات عامة متنفذة دون حبسها التحقيق مع شخصيات عامة متنفذة دون حبسها في حين يتم حبس صحفيين ونشطاء اجتماعيين وملاحقة الإعلاميين الذين يكشفون في تقاريرهم الاستقصائية عن وجود شبهات فساد دون قدرة الهيئة على توفير الحماية حسب المواد 18 و19 من قانون مكافحة الفساد تكر الهيئة أن الاحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة ويكر الجمهور أن مقاومة الاحتلال لا تصح بدون قيادة وسلطة غير مشكوك في نزاهتها من أجل إنهاء الاحتلال وبناء الدولة سيدي ماذا تعلق على هذا التقرير على عجالة؟ لأننا سنتناول المحاور التي وردت في التقرير خلال الحلقة بشكل أكثر تفصيلي نحن نعتز على الهلاقات الممتازة والمميزة بيننا وبين الإخوة في أمان والأخ دكتور عزم الشهيبي نعم وأنا يعني أستغرب لما يكون عنده في ملفات فساد سياسي طب لا ما احتفظ فيها ليش؟ هو لم يتحدث عن ملفات فساد سياسي يعني لم يحددها قال هو الوجه أو المظهر الأكثر شيوعا في فلسطين هو الفساد السياسي يقول نحن ولا نتصرر بشكل فساد سياسي ولا نتابع ولا نلاحقه فإذا سمحته من خلال هذا البرنامج نعم يا أخ يا دكتور عزم الشهيبي تنفيذا للعلاقات الرائعة والأخوية والرفاقية والمهنية بيننا وبينك وحسب ما تعرف من القانون عندك فساد سياسي والغساسي أدمر الهيئة طب يعني أما فيما يتعلق بالتهم إنها مسيسة عطيني الذين يقولون هذا أنا بدي مثل واحد سنعطي أمثلة خلال الحلقة ولكن أريد أن أبدأ بما أننا نتحدث عن الفساد لا في الشيء إذا معنا هذا كلام عام لا فيه أنت سترد عليه لا يوجد عندنا سياسي في تقديم التهم لا من قريب وننبعي طب ما رأيك أن نعرف الفساد السياسي ما هو يعني نظرت في القانون ونظرت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتموها وأعلنتم عنها في احتفالية ليس هناك تعريف وبحثت أيضاً عندما نتحدث عن الفساد السياسي ما المقصود به يعني اسأل اللي بيطرحه ونحن نفهم الفساد السياسي هو الذي يقوم مخالفاً لقرارات القيادة الفلسطينية القانون الفلسطيني القانون الأساسي الثوابت الفلسطيني هكذا أنت تستثني القيادة الفلسطينية من الفساد السياسي حينما نقول ثوابت فلسطينية يعني مسؤولية القيادة كيف استثنيها هل تمسكت بالثوابت أو ما تمسكت هذا السؤال لا نستثنيها هي المسؤولة الأولى عن هذا الموضوع الآن في قضية والله تفصيلات يعني علشان عينك بدك تجيب برائج زمة من المخابرات ولا من الأمن هذا كان فساداً سياسياً هذا كان فساد سياسي ألغي نعم وألغي ما تمش مثلاً هذه من أمثلة الفساد السياسي اتفاقية إحنا اتفقنا على كذا وعملت عكسها طيب وزارة تستقيل منذ فبراير 2011 ومع ذلك تستمر في عملها وتصدر قانون يمس كل الشرائح الفلسطينية هل تسميه فساداً سياسياً أم لا هذا بده دراسي الواحد يجيشي يبدو كل القرار يطلع يقول عنه سياسي أو غير سياسي هذه مسألة إجرائية قانونية هل من حق الوزارة أن تقوم بهذا أو ليس من حقها فإذا ما جاءت جهة قانونية أو قضائية غارت ليس من حقها واستمرت فيها بصير وانظرنا نحن أنه فيه قرار من هيئة قضائية وشرعية معترف بها يجب أن ينفذ وأنت لم تنفذه هنا يأتي الفساد نحاسب على أكثر كثير من المقالات التي قرأتها في معرض البحث لهذه الحلقة كانت تتحدث عن التنصيق الأمني بأنه فساد سياسي هذه اتفاقيات هذه اتفاقيات من المهم التوضيح يعني بيجي المجلس التشريعي لما يحضر بقول يا حكومة أنت قمت بشيء غلط بدي أحلك بدي شيئتي هذه الاتفاقية بدي ناشيئها هذا جميل أنت وضعت المسؤولية عند المجلس التشريعي من المهم التوضيح أن هيئة مكافحة الفساد هذا ليس جزء من عملها أن تبحث هل التنصيق الأمني هو جزء من الفساد السياسي أم لا عندنا فكما نشر ما هو الفساد اللي عندنا نحن ملتزمين فيه يعني أحد الإخوة الصحفيين قال لي ليش بتلاحقوا شيء يعني بتلاحقوا لصغار قلت له صغار وليتبع هذا أيضا سؤال قلت له طي قال لا شو عشر تلاف شكل تقعدوا بضيع وقته فيه قلت له طلع لي قانون من حق الإنسان أن يسرق عشر تلاف شكل إلى خمس عشر تلاف شكل ويسامح أما فوق ذلك نلتزم بس إحنا نلتزم بالقانون الذي حدد لنا الفساد نحن بصدد تعديل هذا القانون وحينما نعمل ونلعو إلى ورشة لتعديله بدنا نشوف كل الأراء التي نسمعها الآن نسمعها في الورشة ونعدل ما نريد هل هناك إشكلية في تعريف الفساد حسب ما ورد في القانون يعني حاولنا في التقرير أن نذكر كل ما يمكن أن يسمى أو يطلق عليه فساد حسب القانون طبعا خلال عمل تقريبا لمدة عامين الآن هل وجدتم أن هناك نقص لم يغطيه القانون فيه لشكل يحتاج إلى توضيح موضوع غسل الأموال يعني شركاء في هذا الموضوع مع سلطة النقط ومع النيابة العامة وبالتالي لابد من تحديد وتوضيح هذا الأمر قضية الفساد السياسي اللي عنده تصور يعني محدد في هذا الموضوع لابد أن نناقشه نعم قضية المجلس الاستشاري إذا كان نضجت فكرة وجود مجلس إداري ذو صلاحيات كمان هذه يجب أن ندرس نعم يعني مثل هذه الأمور ونحن دي العلم نعم حينما أعلن السيد الرئيس قانون هيئة مكافحة الفساد فتحنا ملف موازي فورا لتعديل قانون مكافحة الفساد ومن ذلك الوقت أي إشارة أي مقال أي تقرير أي رأي يقال في ورش أو عادي أو في الصحاب فنحطه في هذا الملف وسيأتي يوم من جميلة الحاجات لذكرتوا أنتو نعم هو جزء من الفساد السياسي الصرف يعني عندما تصدر أمان القريبة جدا من هيئة مكافحة الفساد تقريرها الأخير وتقول أن أكثر من 40% من المصاريف من الموازنة زاهبة للأجهزة الأمنية طبعا حتى بالمجلس التشريعي هو أدنا ورفضنا ولم ينفذ في حينها ولكن ألا تعتبر هذا فسادا سياسيا أنا أعتبر أن هذا سوء تقدير لتوزيع الموازنة أنا كنت وزير زراعة لن تسميه فساد سياسي هو سوء تقدير لماذا للأمن تحديدا أعلم أريد أن أبحث هذا كالفونا بهذا الشغل نحن نقوم فيها أما نحن محددين بالقانون الفساد هو ما يلي فإذا ما أضيفت لنا صلاحية جديدة عندها نسألون عن هذا أما أنا رأي في هذا الموضوع هل حققتم مع أجهزة أمنية حول فساد؟ نحن لا نحقق مع الأجهزة الأمنية نحقق مع الزباط مع المسؤولين نعم نعم لم يتخلف منهم أحد وهذا مما نعتز فيه لا الأجهزة الأمنية ولا الرقابية ولا النيابة ولا القضاء لم يتأخر أحد وهذا ما نفتخر فيه باختخار كامل جرت شائعات يعني تداولتها بعض الصفحات لا أقول أنا المصادر رسمي لمصادر رسمية لدي أن هناك تحقيق كالتمة مع مسؤول جهاز أمني لا زال على رأس عمله ولكن التحقيق تم في الأردن إلى أي حد صحيحة هذه المعلومة بدون ذكر أسماء والأجهزة كثيرة ومتعددة يعني بدون ذكر أسماء ولكن ذكر الغاز نحن لا نعرف لا أعرف مطلقا عن منت أنت لم تذهب للتحقيق مع رئيس جهاز في الأردن رئيس جهاز عنا في الأردن نعم كيف هذه هذا ما أردت أن أسألك عنه لماذا يتم التحقيق خرج البلاد لم يأخذت هذه الشائعات على مستوى الوطن لا يوجد عندنا مشكلة لا مع الرئيس ورئيس مجلو الزراء ولا الوزراء ولا الأجهزة الأمنية ولا النائب العام ولا النيابة ولا الانجي اوز ولا الفصائل المقامة ولا الأحكاب مع الناش مشكلة داخل الوطن مشكلتنا داخل الوطن من الهاربين خارج الوطن اللي إحنا اللي لاحقهم حسب بالوصول القانونية ولكن داخل الوطن مطلقا الجميع يستجي قل لي بقول كلامك مصحي تفضل يجيب لي مثال مين هو رئيس الجهاز اللي هارب في الأردن نحن وراء بالأردن طب ليش وراء ما ندعمه رئيس الجهاز لا هو ليس هارب طولي بالتحقيق معه في الأردن لا أعلم لماذا تمت مبركة هذا الخبر فيه عندنا مسؤولين متهمين وموجودين في الأردن وموجودين في غير الأردن ونتابع نلاحق إحضارهم لهنا وبعضهم صمح لنا بالتحقيق معه في سفارتنا في الأردن لأنها أرض فلسطينية تعتبر وهذه إجراءات قانونية نتابعها مش سايدين أما هون داخل الوطن لا الحمد لله كل ملتزم الجميع ملتزم طيب يعني الناس تعبت من التصريحات وكنت أيضا قبل الحلقة أقول لك أحيانا ترفعون يعني الروح المعنوية لدى الناس إلى السماء وأنت رأيت في استطلاع الرأي الذين ذكروا التقرير أن 53% بعد أن قدمتم مسؤولين للمحاكمة 53% من الناس متفائلة بأن هناك جدية في الإصلاح ومحاربة الفساد ولكن بالمقابل 43% وهذا رقم ليس قليل لا يعتقد بجدية السلطة بشكل عام وليس الهيئة نريد أن نأخذ بعض الحقائق كم عدد الملفات التي حولت للمحاكم محكمة الفساد محكمة جرائم الفساد أولا أنا لا أريد أن أناقش بمن عمل الاستفتاء وكيف خرج بهذه النتيجة نمرة اثنين هذه بتحملنا مسؤولية أكبر أنه لابد أن نعمل أكثر علشان نقنع الجميع بجديدنا في هذا الموضوع 53% نسبة جيدة للعلم أنا أعلم ولكننا نحن نتطلع إلى أن يكون كل شعبنا معنا ليش بعضهم مش معنا هذا الشغل أننا نحن نوضح الأسباب نحن نقول لا يوجد أي مبرر للإخوة 43% إلا نحن متجديين أعطينا دليل على عدم الجدية أنا بدي أفهم أعطيني دليل أو مثل في العالم العربي جهة من الجهات حققت مع وزير وهو في الوزارة أعطيني الجهة 43% لا تتحدث عن الهيئة فقط هي تتحدث عن السلطة نحن نتحدث عن الإرادة السياسية نحن الوحيدين اللي حققنا مع الوزراء وهم في الوزارة وحولناهم للمحكمة ويعني أبعدوا عن عملهم بسبب يعني حسب القانون فيش غيرنا بعمل هيك على الأقل في المنطقة العربية في المنطقة العربية لا بدنا شيء برضو التشاؤم يعني يكون بدون أسوأ لما يكون فيه مبرر نحن محضرين ومع ذلك هذا واجبنا أنا بقول له مسؤوليتنا أن نقنع هؤلاء كيف نقنعهم لا يسا فقط في الإعلام والتبرير والتعريف وإنما بالممارسة العملية بالممارسة العملية بمعنى البت في قضايا يعني مرة أخرى كم قضية حولتم أنت تحدثت في واحدة من اللقاءات عن 12 ملف حول المحكمة في العام الماضي اليوم يمر ست شهور يعني نحن في منتصف العام الحالي كم ملف جديد تحول للمحكمة يعني الذي بتت المحكمة فيها 12 ملف بتت فيها نعم وأصدرت أحكام فيها والأحكام معروفة الذي يقول أنه الأحكام مش معروفة ما عملوا فيهم وضغبوا لا مش صحيح 12 ملف لم تحول بت فيها حولت للمحكمة وأصدرت المحكمة فيها أحكام نعم هل من بينها ملفات وزراء كانوا على رأس الملف؟ لا ما زالوا ما زالوا الوزراء يبحث ملفاتهم في المحكمة طيب كم ملف لازالة أمام المحكمة لم يبت حسب عليهم؟ حوالي 25 أو أكثر بقليلا 25 ملف النيابة عندنا في الهيئة تسعى للانتهاء منهم وتقديمهم للمحاكمة وكل ما ينتهي ملفة نقدمه طيب يعني هناك أيضا هل هناك ملفات لأسماء كبيرة جديدة؟ يعني سأقول هناك تصريحات بتحويل ملف وزير الخارجية في قضايا فساد داخل الوزارة أو في السفارات من اللي يصرح؟ التصريح كان للنائب العام وتصريح النائب العام نائب العام قال أنه حول ملفه؟ لهيئة مكافحة الفساد لم صحيح لم يصدر عن نائب العام وكذلك مصادر برلمانية قالت بأحالة ملف وزير الخارجية لهيئة مكافحة الفساد بعد رفض المثول أمام لجنة رقابية برلمانية صحيح هم يقولوا هذا هم يقالوا هذا وحولوا لنا ملف واستلمنا الملف نعم ونبحث في الملف ونريد أن نجد دليل واحد ووثيقة واحدة نعم تؤكد هذا الاتهام منهم ومن غيرهم نعم 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 نحن ما ليست مهمتنا أن نرد الناس كائنا من كان هؤلاء الناس إذن وضح العملية أنا بوضح العملية يعني أنا مواطنة لدي شكوى على مسؤول التهم بالفساد أتقدم لكم نعم ماذا بعد ذلك بعد ذلك ندرس التهمة هل يوجد هنا أولا هذا اختصاصا ولا مشكلة اختصاصا نعم هل يوجد اختصاصا من الفساد نعم نعم إذن ما هذا يوجد من وثائق ودلائل وأثباتات على صحة التهمة مه فإن وجدت بعد استقصاء وتحقيق ومتابعة تقدم للمحكمة نعم وإن لم يوجد وثائق ودلائل قاطعة لا تقدم للمحكمة إحنا مش شغلتنا نشوه الناس لمجرد أنه أجد شكوى نعم ولا نحمي الناس لمجرد أنه والله إليهم مناصب بعدين بكفي يعني أول ما بدأنا ودقوش اللب الصغر يا أخي طبعطينا أكبر لما أجانا الأكبر طلعونا بشغلة آه أنتوا أدمتوا ملف الوزير الفلاني لأنه من الحزب الفلاني وهداك ما أدمتوهوش لأنه من حزب يعني من فتحنا اختراعات هذا سؤال آخر أرسل لي لماذا حين أنت تفخر بأن الهيئة فتحت ملفات وحققت وحولت للمحاكم وزراء كانوا على رأس عملهم طبعا لما تحولوا للمحكمة لم يعودوا على رأس عملهم ولكن السؤال وكان مفتوح ويتردد بكسرة لماذا البدء بوزير الزراعة لأنه ملفه أجى أبل وانتهى أبل لم يكن هناك أي قضية أنه غير فتحاوي أنا أتحدى أن يكون فيه شبه من هذا النوع أنا أجاني يزعي من الحزب ولا أخفي يعني مش سر بس أم صالح بس أم صالح نعم قلت له يا أخي فيه شبهات في هيئة الغاثة الزراعية مع بعض الموظفي إن حقق معهم ولا لا أحققه قلنا له هذا ما نقوم به نعم نمرة 2 أكم واحد أوقف نحن مش من حق ما يعني نحن أكم واحد أوقف من الحزب الشعب أهل ولا واحد تعرف أنه أوقف من فتح هل معنى ذلك أنه نحن ضد فتح مش مع الفتح ضد فتح هذا العقلية وهذا مش موجود عنا مهم التوضيح الموضحناهم وطلع الرجال على ما فهمت منه أنه مقتنع بما هو حاصل طيب أنت شطارتك وديه في المحكمة في والله تجاوزات وفي تحيز حزبي وفي أسباب سياسية وغير ذلك وتهم باطل طبعا هذه عند المحكمة هل يعلم الجمهور ومن لا يعلم يجب أن يعلم أن المحكمة كل جلساتها علنية وأن جميع الصحافة والإزاعة والتلفزيون والفضائيات يحضرون المحاكمة تفضل روح ويحضر وشوفوا في المحكمة الأولى لأبو لبدأ مونع التصوير ومونع الصحفيين من التاطية من من اللي قاضي رئيس المحكمة لا أعرف سبب أنا لا أفهمه لكن من حيث المبدأ أنا أحكيه قد يكون فيه هناك مبرنة لا أعلم ولا أفرض عليه ولا أتركغل بشؤون المحكمة مطلقا لكن كثير من القضايا أنا سمع على هوا بسعوها في جميع الحديث فيها حين تصل للمحكمة ولكن السؤال الآخر لازلنا في موضوع الوزراء ويبدو أن عندما أقول أن الناس تتفائل أو طهبط يعني الناس تفائلت بتحويل وزراء يعني هذا من أعلى المناصب الموجودة في الدولة إذن لا أحد فوق القانون هذه الرسالة التي وصلت للناس وبالتالي زادت السيقة في السلطة في هيئة مكافحة الفساد في القيادة السياسية وبعد ذلك لم نعد نسمع ماذا حدث تحديدا مع الوزراء يعني القانون يتحدث عن الاستعجال في الحكم إن كنت أنا في إجراءات محكمة هذه مشكلة عندنا بالإجراءات لماذا مع الوزراء يعني أكثر من ست شهور تحولت الملفات للمحكمة لأنهم استأنفوا من المحكمة إلى محكمة الاستئناف وهذه أخذت أكثر من شهرين ثلاثة ومع الأسف الشديد المسؤولين في القضاء لم يأخذوا بإجراءات محكمة جرائم الفساد نفس الإجراءات أعطوها إجراءاتها الطبيعية كأنها محكمة عادية وبالتالي أخذت أشهر وبعد الاستئناف رفعت للنقد وأخذت كذلك أشهر فيبدو أنه لابد من أن يكون فيه يعني فلوس كتير للمحامين عشان يقوم بهذه المهمة لابد أعرف شو السبب ليش مثلا للآخرين ما عملوش هيك أنا ما بعرف ونذلك فيه هناك يعني لماذا لا تطبق هذه محاكم جرائم الفساد هذا الذي طلبنا والذي وعدونا أن ينفذ أن إجراءات محكمة جرائم الفساد يجب أن تكون نفس الإجراءات في محكمة الاستئناف وفي محكمة النقد حتى لا يكون لأنه ما هو مبرل وجود محكمة جرائم الفساد أصلا أنه فيه عندنا قضايا إلى 18 سنة و20 سنة بالمحاكم إذا القانون محق في قضية الاستعجال ولكن عندما ينظر في القضايا يبدو أن لا استعجال فيها عندنا مشكلة نتابعها بهدوء يعني تصرف قانوني حتى نتجاوز قضية التأخير قضية بعدين إحنا الإجابة أنا أكون معلومة أن نحن بعد نحط وثيقة الاتهام على المحكمة انتهى دورنا هذا مهم ممنوع ممنوع أن نتدخل في المحكمة ولا نتدخل ولا نطلب أن نتدخل يعني دور الهيئة أن تجهز الملف ولكن وكيل النيابة الذي يقدم الملف أليس هو موظف في الهيئة يتبع لكم هو عندنا نحن من يرفع الملف للمحكمة وكيل النيابة عندنا ولكن الذي يحول الملف مساعد النائب العام هو موجود عند النائب العام حسب الإجراءات القانونية التي حرصنا كل الحرص على أن تبقى المنظومة القضائية منظومة ثابتة موجودة طيب وسؤال آخر طرحه التقرير أذكر به يعني مع كبار الموظفين مع شخصيات متنفذة حين التوقيف لا يكون هناك حبس يعني يتم فيه توقيف ما في حبس ما شفنا وزير الحبس ما شفنا طب ماذا حبس ليش في التوقيف كيف يحبسوا لفظة في حين يعني صحفيين القضية بتكون توقيف وتحقيق مبدأي أكيد ولكن أنت أيضا خبير قانوني أنت لست فقط أنا لست صاحب اختصاص بحبس صحفي أو إطلاق صراح صحفي نعم نحن التهمة اللي بنقدمها أثناء التحقيق قد نوقف نوقف ناس نعم نعم لكن لا نحبسهم نقفهم يوم يومية ترحيز على القانون نعم ولكن لا من حقنا ولا من حق النائب العام ولا من حق مسؤول في القضاء الفلسطيني أن يحبس أحد بدون حكومة محكمة يوقف نعم الإيقاف أما حبس لا الحبس يعني أنا حين أسأل هذا السؤال ليس فقط من أجل هل هذه قضية اختصاص أو غير قضية اختصاص نحن نتحدث عن البيئة العامة وكيف ينظر الناس للنظام السياسي والقضاء وإلى آخره وهذا أيضا سؤال وطرح على صفحات الإنترنت والفيسبوك وغيرها يعني يحبس صحفي ولا يحبس مسؤول هذا يعني أيضا فساد أنا مواطن زي المواطنين وبسأل زي اللي بسألوا وجيبوا أنا الآن هون بتكلم بإسم الرئيس هيئة متافحة الفساد أما أنا كمواطن أنا ضد واحد يحبس بالتلفون كيف أنا بتصير ما بقبلها نعم هذه اللي بيحبس هو المحكمة فقط ولذلك نحن في هذه المكافحة فساد حرصنا كل الحرص أن نكون جاءت اتهام لا إدانة ولا تبرئة إحنا ما بنبرئ واحد ولا ندين واحد مش شغلنا هذا شغلنا أجتنا شكوى تهمة نحقق فيها ندقق فيها إذا كان فيها جدية مواثقة يعني يا محكمة أنت بنتي برئي أو أديني وهذا سؤال توضيحي آخر يعني هل تتحركون بناء على شكوى أم بإمكان الهيئة إن رأت مظهرا أن تحرك الشكوى بذاتها هو اللي حقيقة تنتين تسديع أمين سياسياً فيش عقبة أمامنا إيش اسمه استنى الرئيس وافأ وموافأ شو رئيس الوزارة الرئيس اتصل فيه مرة قال لي فلان إيه هو ملف عندكم قلت له إيه هو ملف ليش قال لي ما تمش حدا في هالمجتمع إلا اتصل فيه من شانو قلت له طيب ليش ما تصلوش فيه قال لي أنت ما تصلوش فيه قلت له طيب ليش يعني ما يقوس مني طيب شو المطلوب قال لي المطلوب أن تستمروا بالتحقيق لو لم يكن هناك إرادة سياسية ألفوها ضبوها أجلوها بنحرش نشتغل بطل فيه عدالة وهذا ما لا نواجهه يعني للعلم لا توجد ضغوطات لا يوجد ضغوطات لا فيه فضل تم عندنا هذه الشكاوي استعملها حسب الأصول القانون التي شرحتها أكثر من مرة أثناء حديثي نعم تم عندنا إحنا مبادرتنا إحنا إذا تبين لنا موظف راتبه خمسمائة دولار عنده أربع عمارات من أين لك من مادة عشرين بتسمح لنا تقول من أين لك هذا نعم يعني فأنتم لسنوا كنيابة العامة تنتظرون تحريك شكوى من طرف خارجي أنتم بالإمكان أن تحريك المادة هذه تسمح لنا أن نسأل نعم أن تسألوا نعم فهو بقول لا أنا والله أخي أربع إخوان واحد في السعودية بعت لي العمارة هذه واحد في قطر واحد في الأمارات واحد في الكويت نحن نسأل من لا إله أخ ولا هو لوحيد أبوي نقول له لا تعاليك تخمت أنت نبحث بصير لنا مشكلة بصير لنا موضوع طب يعني حجم الشكاوى الموجودة لديكم عندنا مئات الشكاوى وندرك أن هناك شكاوى كيدية وهناك شكاوى شخصية نعم كله نحن نأخذوا بعينها هناك ثقفهم أن كنتم أنتم مصدر الشكوى أو يعني الجهة المخولة في النظر فيها إلى آخر مئات الشكاوى عندنا مئات الشكاوى ولكن كلها من ضبها لأنها ما فيه لها دليل ولكن لا يوجد شكوى تصلنا إلا ونجيب صاحبها تجيبون ولا واحد أي شكوى منه وصالتنا الشكاوى بعد دراستها تبين أننا لسنا أصحاب الاختصاص يتروح للجهة الفلانية ولا تتوقفون عن طلب أي مسؤول من الرئيس لن نتوقف مطلقا وفيش عندنا واحد ما جاش لليوم طلبتوهم فيش عندنا واحد طلبناه ما جاش ولا واحد على أي مستوى من المستويات طيب أريد أن أتوقف مع رسالة وجهناها للرئيس بخصوص وسيقة كشفنا عنها في واحدة من تحقيقاتنا السابقة للأسف لم نسمع رد من مكتب الرئيس حول الوسيقة ومتأكدة أنها موجودة لديكم أريد أن أسألك عنها ولكن تابع معي هذه الرسالة سيد الرئيس سأقرأ عليك رسالة وقعت بين يدي فريق العمل أثناء تحقيق صحفي أجريناه في إطار متابعتنا لقضايا طرحناها اليوم تبدأ برغيف الخبز إلى الوضع الصحي واستملاك أراض بشكل غير قانوني لم نستطع عرض الرسالة في حينه لأن من أعطانا ياها خاف رغم أنه أعطانا الموافقة لاحقا ونحن أيضا خفنا حين وصلتنا من أكثر من مصدر ولم نفهم لما لم تتم مساءلة المتورطين فيها نعم خفنا ونطلب منك الحماية وسأقرأ الرسالة الوسيقة المرسل التوقيع مستشار خاص لرئيس الوزراء المرسل إليه مدير عام هيئة المدن الصناعية في السلطة الوطنية الفلسطينية التاريخ 10 مايو 2009 الموضوع استملاك جزء الشارع الفرع الواقع في منطقة سي منطقة جنين الصناعية أما نص الرسالة فيقول في ضوء فشالنا في شراء جزء من مسار الشارع الفرعي المؤدي إلى المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة سي من أصحاب الأراضي وعطفا على طلبنا منك شفاهية إرسال رسالة إلى الجانب الإسرائيلي لإنفاذ قانون الاستملاك الساري في الضفة الغربية من أجل استملاك جزء من الأراضي التي يقع فيها الشارع المؤدي إلى المنطقة الصناعية جنين بطول 300 متر لصالح المشروع من قبل الجانب الإسرائيلي حيث يقع جزء من مسار الشارع في هذه المنطقة أرجو إرسال الرسالة بأقرب فرصة ممكنة حيث يتعذر تحويل هذا الجزء من الشارع من تصنيف سي إلى تصنيف بي في هذه المرحلة لتعذر الاتصال السياسي مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الشكر نسخة من هذه الرسالة أرسلت إلى مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه ونسخة لموظفة في وزارة الاقتصاد ونسخة لمهندس في محافظة جنين هل هذا يعني أن هذه المؤسسات المنسوخة في الرسالة تعلموا بشأنها سيد رفيق هذه الوثيقة نحن نعرف أنها موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد الخطير في هذه الوثيقة ليس فقط ممن وجهت هذه الرسالة ولكن هناك علم بهذه الرسالة من مكتب رئيس الوزراء من محافظة جنين ومن وزارة الاقتصاد في حالة مثل هذه الأحوال يعني كالحالة التي ترحناها هذه الرسالة التي لم يرد عليها أبدا هل يتم سؤال رئيس مجلس الوزراء مثلا ليس القصد التحقيق السؤال والاستفسار لا ترى ترى تحقيقه غير تحقيقه يعني بالنما يارس قانون نعم يعني لسنا حساسين بأن نعقق مع فلان أو عزيز هم حساسون هم بس إحنا متى منفز قانون ما بنغلطش على عدد ولكن في مثل هيك ولكن لنشعنا مشكلة إحنا الكل بتعاون معنا هذه القضية متوليها النائب العام ومزل ثمن طويل ونحن مثل هذه القضايا لا نتدخل فيها إلى أن تنتهي إذا وجدت عقبة فساد أثناء التحقيق في أي جهة نحن نتولى الموضوع هذا القضية أصدر حكم فلان ما نفزوش ليش ما نفزوش شغلنا هذا فساد هذه القضية عند النائب العام ولم يبت فيها حتى الآن وإحنا بالانتظار ما سيسور عنها قضية استملاك الأراضي هذه القضية بالذات أما استملاك الأراضي فإحنا نتابع هذه من خلال اختصاصنا بكل ما يأتينا ما هذا جزء من الاستملاك من موضوع قضية الاستملاك والخطورة الأسلوب أخطر من الموضوع نعم هذا ما أردنا الإشارة إليه بتوجيه هذه الرسالة للرئيس نياب العام هي التي تجيب على هذا ونحن بالانتظار والدليل على ذلك نحن نقدم من بعض المتهمين ملفات أنجزت وانتهت ولكن نفس المتهمة على ملفات أخرى أحيانا تكون لم تنتهي بالانتظار توثيقها ومرة أخرى لازلنا نتحدث عن المتنفذين لا نتحدث عن الصغار نتحدث عن المتنفذين هناك مثلا القضية التي أثيرت ولا أعلم إذا كنتم أنتم جهة الاختصاص يعني موضوع وقف الوزراء أم توقيفهم حين تبعنا موضوع تحويل وزراء لحيئة مكافحة الفساد كل وزير خرج وخرج بطل أنا توقفت عن عملي بشكل إرادي وطوعي أنا قدمت استقالتي لم يصدر أي تصريح عن رئيس الوزراء ليقول تم واقفه شو بطل أولمبي يعني شو بطولة إيش مش بناذر عن إيش البطولة يعني هو توقف لا ما توقفش إلا بعد ما صدر القرار وتوقيفه ولا واحد من أصدر القرار؟ أحنو أصدرنا طلبنا من رئيس الحكومة وقف على العمل بناء على القانون رئيس الحكومة يتجاوب فورا لماذا لم يرد رئيس الحكومة ويقول أنني أوقفتهم؟ شوفي داعي أنا لا أرى أن يقول ولا لحنا جاوبنا يقول للمده إياه لكن إحنا نقول أنتم تسألينا عن بولة هذا الوزير في عليه كذا يوقف عن العمل حسب القانون المادي كذا في أول مرة خرجت فيها الاتهامات صرح ناطق باسم الحكومة أن هؤلاء وزراء التهم الموجهة لهم هي تهم متعلقة بأعمالهم قبل استلام الوزارة هل هذا كان جزء من صفقة بين هيئة مكافحة الفساد ورئاسة الوزراء كي لا تبدو وزارة على الأقل لديها لن أقول متهمة بالفساد ولكن كثير من وزرائها لديهم شبهات بالفساد لا يحدث شيء من هذا أبدا لم تكن هناك أي صفقات مطلقا الذي حصل أنه أصدر بيان مع بعض عشان نوضح للجمهور ماذا جرى نعم وكانت صيغة البيان كما صدر عن مكتب الإعلامي في رئاس الوزراء ليست الصيغة التي اتفقنا عليها وأنا رفضت جملة أنهم جدد وفيش أديم لا فيه تحقيقات أديمة وجديدة وأكدت هذا والبيان اللي طلعه صحيح أكد هذا لكن كان هداك نشر فحتى الآن في ذهن الإعلاميين أن النشر هو هذا الطعام رفضت رفضا قاطعا أن يصدر عنا بيان يقول بأن جميع التهم هي تهم قديمة وليست جديدة وأكدت ونشر هذا التصريح والتأكيد أن هناك تهم قديمة وأن هناك تهم جديدة لا شيء مجامل إلا أحد نحن نحكي الحقائق حتى حين صدر هذا التصريح عن الناطق الإعلامي وقال أن تهم قديمة وقبل استلامهم لمناصبهم هذا أثار تساؤلات أكبر وبالعكس يعني دعني أقول ليس فقط تساؤلات غضب أكبر قبل أن يتولى وزراء هذه المهام يعني هذه أخطر مهام في السلطة لماذا لا يتم التحري حتى لو كانت لديهم شبهات بفسدات مين تحري؟ لماذا لا يتم هذا سؤال الناس مين اللي يتحرى؟ تخص أنت مين تحري من قبل مين؟ طبعا ليس ممكن أنتم لماذا لا يتم؟ ليس سرا أن أقول لك بأن الوزراء حينما يعرضون الترشح للوزارة نسأل فيما إذا كان عليهم ملفات فسد أو شبهات لا شبهات موضوع تاني الشبهات الشبهات تدخل ضمن إطار البراءة أو الإدانة أما ملف اتهام لا حددنا تهم محدد فيعرض عليكم الأمر نقول يا سيادة الرئيس هدول العشرة هذا عليه ملف هذا عليه ملف لا يرشح للوزارة هل هذا ما حدث مع الوزارة الجديدة؟ نعم ويعني لتطمئن قلوبنا أن الوزراء في الوزارة الجديدة لا يوجد ملف عليه إثباتات تهم موثقة على أي وزير من الوزراء الذين عينوا من الوزارة وهذا بناء على طلب الرئيس نفسه نعم وقالت لك هذا مش سر ربما يكون ربما كان المفروض لا أحكيش هذا كمان لا أدري لكن أنا لا الناس تطالب بهذا الناس تطالب بهذا وهذه سنة حسنة والناس تطالب به أكثر من هذا ونعلن على أن تثبت يعني يكون هناك أدلة مثبتة شي كتير طالما أن هناك شبهات وملفات أعجبني تتشكل إذن لا يجب أن يتولي أنا أعجبني هذا التصرف من الرئيس أدولة في عليهم شي لا ما عليهم شي شي هل قدمه زمم المالية سيد رفيق؟ هل قدم الرئيس ضم المالية؟ الرئيس قدم الزم المالية لرئيس المحكمة العليا ورئيس الوزراء حسب علم مش حسب علمي حسب القانون قدمها القانون يقول حسب علمي الله ما بعرف رئيس الوزراء قدم زمم المالية ما بعرف يعني شي ما اضطرعتش عالية أنا ما بعرف من يقدم الزم أنتم تفخرون بأنكم حققتم المرحلة الأولى من أولا نحن نفخر بأي عمل نعملنا نحن نريد أن نفخر نحن نبين للناس ماذا أنتم يفخروا نحن واجبنا هذا طيب من يقدم لكم الزمم المالية هل يمكن محددة في القانون لهذا سألتك عن الموظفين الكبار أنتم أنهيتم المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الموظفين الكبار عندنا بجو نعم مرحلة الفئة الأولى بتروح للمحكمة العليا يقدم رئيس السلطة الوطنية هذه مد رقم 11 يقدم رئيس السلطة الوطنية أقرارا بالزمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلا فيه كل ما يملكون عقارات ومنقلات وأسهم وتندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجهم عليهم من ديون ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا ولكن هذا جزء من قانون مكافحة الفساد إذن يجب أن تعلم إن كان قدم هذه الذمة وين هذه مادة 11 إقرار الذمة المالية وطبعا لا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة حيني نص يقول لا بد أنا كرئيس هيئة مكافحة الفساد أن أطلع عليها لا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن لا أقول أنا كالطلعت وحين أسأل عن الزمم لا أسأل إن الطلعت ولكن هل فعلا يعني أعضاء المجلسة الشريعي قدموا زمم أم لم يقدموا سؤال يعني إن كنت تعرف أنهم قدموا أو الرئيس أنا لا أعلم وليس من حقي أن أقول الفئات التي تندرج تحت صلاحياتنا هي التي أسأل عنها وأؤكد للإخوة العاملين المكلفين بتقديم قرار الذمة المالية أنه لا أحد يطلع على مضمون ذم المالية تحفظ عنا بشكل سري ولا أنا ولا حدا ولا الرئيس وإنما إذا وجهت شبهات حول هذا الموظف في يوم من الأيام بقرار من المحكمة يمكن الإطلاع على هذا فليطبع إن الجميع إنه ذمتهم مالية محفوظة مصونة سرية لا أحد يطلع عليها مفهوم ولكن ستبقى قضية الزمم لإنبار الموظفين يعني إنه الرئيس قدموا لما قدموا شاعدة ليس سر بإمكانك كنت أسأل المكتب الرئيس يعني توقعت بما أنه والله أنا لا أعلم حقيقة لا أعلم ولم أسأل والقانون لا يلزمني بأن أعلم بهذا هذه سنتجاوزها أريد أن أتحول لموضوع الإعلام الإعلام والعلاقة علاقة الهيئة مع الإعلام كيف تنظرون للإعلام ولمؤسسات المجتمع المدني أنت أشرت لعلاقة مميزة جدا مع أمان ومع المنظمات كلها مع المنظمات المجتمع المدني كلها بلا استثناء وعلاقتنا معهم ممتازة لقاءاتنا معهم كثيرة وهم شراكائنا في الاستراتيجية واتفقنا معهم أكثر في أكثر من جلسة على آلية عمل وبخاصة الإعلام الذي اجتمعنا معناه عدة مرات وتفاهمنا عدة مرات ونحن الآن بصرد مزيد من التعاون لعمل ورشات لهذا الموضوع بهمنا نحن بالإعلام شغل وحده أن يكون إيجابي بتبيان ما هو الفساد كيف يمكن أن نعمل حصانة ضد الفساد كيف يمكن أن نلاحق الفساد وأن لا نعتمد على القيل والقال والإشاعات التي من شأنها الموجهة لتدمير السلطة وتدمير الشعب الفلسطيني هل أن تلاحظ أن الإعلام مؤخراً يحجم عن عمل تحقيقات استقصائية؟ ما لاحظت غيره؟ يعني على الأقل نحن العاملين في هذا المجال لاحظنا هناك بعض التخوف لدى الإعلاميين لأنه يبدو أن وظيفة الإعلام أن يطرح أسئلة ويبحث عن إجابات ووظيفة الإعلام أن يقدم مشاهدات وأن يقدم الإشكالات التي تتم في المؤسسات ولكن يبدو أن القانون اليوم يستخدم بقوة من قبل المتنفذين يعني قضايا تشهير قضايا دعاوة وزارة صراعة ترفع قضية على تلفزيون وطن في تحقيق كسبة جائزة أنت سلمتهم هذه الجائزة في تحقيق أو بجائزة النزاهة جائزة بوعززية يسلمون جائزة من رئيس الوزراء جائزة حريط الصخافة وثاني يوم هناك قضية مرفوعة من جهة حكومية شوف نحن لماذا نتلاعب بالكلمات؟ ما نحكي حقائق على المكشوف احكي رأيك على رأسه وأنا معك وأدافع عنك وأعفف حريتك كل ما تريد أما تقعد الشهر بالناس طب أي قانون هذا حسب أي قانون ولا أي أخلاق بدون نسب بالناس ونجتم بالناس بدون حقائق بالأكاذيب هل مرجعيتنا الأكاذيب والإشاعات نشهر بالناس؟ ولكن الحديث عن مبيدات حشرية مضرة موجودة في السوق هذا ليس تشهير بالناس لما يكون فيه شي غلط واجبنا كلنا نقف لمحاربة التشهير مرفوض مفهوم ومنصوص عليه في قانون المرفوضات ومرفوض ونحن نميز بين التشهير وبين فضح قضايا تخص الرأي العام وتؤثر فضحوا القضايا وفضحوا الفساد هذه المهمتنا كلنا وأنا معكم هل تدافعون عن من يحمي أو من يطرح قضايا فساد؟ نعم من حيث المبدأ من حيث الفكرة أنا كمواطن ليس كمواطن القانون يتحدث عن حماية التبليغ عن جريمة الفساد مادة 19 وقبلها في مادة 18 دعمهم شيء وتقديم معلومات من باب التبليغ أو الشهود نحن ملزمين قانونة لأنه ندافع عنهم وحصل أنا في ثلاثة شهدوا في وزارة من الوزارات رجعوا على الوزارة وإذا واحد منقول واحد عن خليل واحدة بتلحموا واحد على جنين وعقوبة نعم فبالتلفون أنا مترجعوهم هذا ضد القانون رجعوا فورا يعني مثلا من دربو ونحن بصدد إصدار قانون خاص بمعنى قانون يعني قانون موضوعه حماية الشهود وحماية المبلغين ونحن نريد أيضا حماية الإعلام حين يطرح واحدة من هذه القضايا المتعلقة حضرونا النص اللي بتكوية بهذا الموضوع أنه نعلمون مبلغين نقول مبلغين بالإطلاق نعم ونحن كإعلام لا نبلغ كإعلام نحن فقط نركز على القضايا أريد أن نتوقف عند هذه القضية قام بها وطن نريد أن نعرضها كنموذج أيضا للمواطنين ولك كي ترى ماذا يحدث بالإعلامين لأننا نريد دعمك ونريد أن تقف معنا في هذا المجال نتابع المبيدات المحرمة ورغم حظرها ما زالت منتشرة داخل السوق الفلسطينية لغاية اللحظة فبدل أن تقوم الوزارة بمتابعة الحظر حفاظا على سلامة المواطن انشغلت بتقديم الشكاوة وزارة الزراعة رفعت هذه القضية لأنها شعرت أنه جزء من المعلومات التي أعطيت وبناء على حملة سابقة قامت فيها بعض الناس اللي بقول عن حالهم مختصين بأن الأسواق الفلسطينية فيها مواد كيماوية مسرطنة وتؤثر على صحة الإنسان وكذا وهذا طبعا أدى ويؤدي إلى تقليل استخدام المنتجات الوطنية الفلسطينية وبالتالي ضرب الاقتصاد للزراع الفلسطيني ما هو غير مفهوم أولئك الذين ينتمون إلى المدرسة الفكري التي تبرر تحويل أجسامنا وأجسام أطفالنا إلى أوساخ كيموي أوساخ زراعي كيموي إسرائيلي وأمريكي وأوروبي الثالث من أيار 2012 تسلمك الحكومة جائزة حرية الصحافة عن تحقيقاتك الصحفية بعدها بيوم تتفاجأ أنك متهم بالتشهير من قبل الحكومة الحكومة تكرم ومنذ ما تجرم جائزة باليد وسيف مصلة على الرقاب لكن القضايا لم تبدأ ولن تنتهي هنا هذا مقطع من تقرير قام به وطن حول التحقيقات التي قام بها وتعرض على أسرها قضايا تشهير يعني وزارة الزراعة ترفع قضية بسبب تحقيق يشير وينبه لخطورة مبيدات حشرية يعني هذا لا يعطي لا صورة جيدة عن السلطة ولا عن الحكومة ولا عن الجدية في القضاء على هذه المظاهر هم رفعوا الدعوة ووطن تحاول ترفع دعوة مضادة وإذا رفضت دعوتكم أو عقبات قانونية ضد قامتكم دعوة وهو حق لكم هون في فساد إحنا ندخل نعم يعني أتمنى على إدارة وطن أن تكون قد سمعت هذا هناك أيضا قضية لازلنا في قضية المدافعين والكاشفين عن حالات الفساد جمال أبو ريحان وهو الذي أسس صفحة الشعب يريد إنهاء الفساد ولاحقا تعرض للملاحقة والاعتقال والآن هو مريض عندما سألت عن أنواع الدعم الحماية لمن يجتهدون في هذا المجال وأعتقد كانت لديك لقاءات مع بعض القائمين على هذه الصفحة وانتقدون أنتقى أكثر من مرة وانتقدات غير موضوعية وليس لها أساس من الصحة ومع ذلك طلبنا كل من انتقدنا قلنا له إحنا نشكرك على اهتمامك بموضوع الفساد والهياة ولكن يا أخي أرجوك لما بدي بتحتي الموضوع تحرد دقة تعرض دقة طب مين نجيب والله عيننا ناس بدون شهادات أعطيني دليل هاي اللي تعينوا ومين ما فيش طب يصير هذا واحد حكى علينا مش عارف الله بعدته وقالي طب يصير هيك وقالي أنا ضليع باللغة العربية ولذلك أنا قلت رؤيتي ما قلت الشي عني هذا قلت له أنا مش ضليع باللغة العربية بكرة بدي أطلع بمؤتمر صحفي أقول إنك أنت بأفكارك هذه ترفز سياسة الموساد والسي آي أوي على الشعب الفلسطيني تقبل أنا صحبه لا لا طب كيف رؤيته آه ورؤيته أنا لا كيف تعتمد على مصدر أكيد في عندك مصدر إحبيه ما عندك مصدر تأكد منه يا أخي سألنا ولكنكم حددتم واحدة من التحديات التي تواجه الهيئة هو عدم وجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وهذا واضح أنه مش شغلي هذا طبعا ولكن هذه وحدنا المعيقات أنا مع الوصول لهذا القانون نعم ولكن أنا اسأليني عن صلاحياتي عن شغلي ولكن أنا كمواطن سبق في المجلس التشهيل أكثر من أنه طالبنا وعملنا على هذا يعني أستاذ رفيق حين يقوم النائب العام بقرار اعتبروا وزير الاتصالات قرار غير قانوني لعدم وجود أي قانون يسمح بالرقابة على الانترنت قام بحجب صفحات أليس هذا فساد واستعمال لما الرئيس أمر بأن لا تحجب أليس هذا إصلاح للفساد ولكن ماذا عن الفساد طيب خطوة غلط صحيحات هل حوسب مثلا؟ أعتبروش يعني جزء حين نقول يذهب حين لا تقدم إلى القضية سأليني عنها ولكن أنتم تستطيعون أن تحركوا شكوى كما قلت لما يكون اختصاصا نحرك ونس النائب العام يعني ركن أساسي في محاربة الفساد ركن أساسي في قانون مكافحة الفساد وحين لا يستند على أي قانون إذن هو استند على قرار سياسي وأنتم لا تتدخلون في القرارات السياسية يا أخي لو استند على قرار ما هو ما نكبرش الأمور لمصلحة الحقيقة هو لو استند لقرار سياسي كان ما غيرش رأيه كان القرار السياسي ما قالهش لا يلغي هو لم يستند لقانون ولهذا غير رأيه لم يستند لقانون ولا لقرار سياسي إذن هو قرار شخص إذن هو القرار السياسي والإرادة السياسية قالت له لا ولكن بعد حجب استمر لأشهر لهذه الصفحات ودون أي عقوبات ويبدعوا عليه أن هذا حجبنا بدون مبر هل يستطيعوا أن يقدموا الشكوى أن هذا فساد؟ أنا مش هم يستطيعوا تقديم أي شكوى ولديك المختصين يفصلون لها إحنا لعننا المختصين والخبراء اللي يقولوا هذه شغلنا أو مش شغلنا يعني أستاذ رفيق قبل أن أنهي هو السؤال الأصعب والذي يدور في أذهان الناس وتحديدا حول ملف محمد رشيد خالد إسلام أو سلام المستشار المالي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أنت في تحديدا في 16 آذار 2011 قبل عام قل لا نستطيع أن نقول أن هناك ملف فساد ولكن نستطيع أن نقول أن هناك بعض الاستفسارات لا بد من الإجابة عليها ونحن الآن نسير بهذا الطريق وفي هذا الشهر أدانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين وسموا المتهمين وتمت الإدانة بحكم بالحبس وبغرامات مالية هذه القضية موجودة على كل الصفحات ليس فقط الفلسطينية أيضا العربية يعني يصلنا من كثيرين من العرب لماذا تم الاستعجال في هذه القضية بالذات؟ هذا أول سؤال في حين أن قضايا سألتك عنها قضايا 6 شهور متأخرين أنت قلت متأخرين لماذا مستعجلين؟ نعم منيح إذن استعجلوا في قضايا الوزراء هل هناك قرار بالاستعجال في قضايا الوزراء؟ يعني هل سنسمع عن حكم الشهر القادم طالما هذه القضية تم الاستعجال؟ يا أختنا كريمة يعني أرجو أرجو للناس هو ليس فقط سؤالي أنت التي تسألين نعم تفضل سأليني عن اختصاصي أنا هيئة مكافحة الفساد أحضر التهمة المحكمة هي التي تبت بالتهمة إدانة أو تبرئة آه صحيح فحينما ينتهي الملف من عنا نقدم للمحكمة بتأخر في المحكمة شهر شهرين ترى مش شغلنا هذا نعم مش إحنا المتأخرين لكن لم تكن هناك لم نتأخر في تقديم الملف للمحكمة لأي من الوزراء ولكن قبل سنة قلت ليس هناك ملف فساد لمين؟ أنت صرحك للقدس العربي ما فيش شي واحد ملوش عندنا ملف فساد بنقول ملوش قبل سنة يمكن بعد ساعة بيجي بعد ساعتين بعد شهر بعد سنة لما يجينا الملف بنقول وصلنا الملف وحققتم به وكل شيء تم وزعب للمحكمة ببعض الملفات نعم التي قدمت المحكمة بعضها لسا لم ننتهي منه لازالت هناك قضايا متعلقة بملف محمد رشيد نعم لازال هناك قضايا هي صحيحة من صحيحة من إقدرش نحن لا نظلم أحدا نعم أنتم لستم جهة حكم نحن بنحضر التهمة لما التهمة تكون موثقة بمحكمة تفضل أنت تؤكد لم يكن هناك أي ضغط سياسي من وتحديدا من المقاطعة في ظل القضية قدمت المحكمة قبل ما يعلن سياسيا قبل أن يظهر في العربية قبل أن يظهر في العربية وقبل أن يصرح وعامل زعين سياسي هذه قضية تانية إذا كان في تاريخ المسيرة الفلسطينية استلم منصب أو مكان سياسي وبعدين أنا دعيته قبل المحكمة نقرأ في 24 شهر في عندك محكمة تعال بيّن نعم تعال وضح أمورك ورافض ورافض وما جاش والمحكمة سبق عن طلبته قانونيا كما أعلن وما جاش حكمته غيابيا إذن لا علاقة للبرنامج ولا علاقة لتهجمه مطلقة بالرئيس هذا مهم أن يتم توضيحه قبل خروجه بالفتليزون ولكن في ذات القضية أريد أن أستوضح قضية أخرى وليد النجاب هو ثاني المتهمين وخالد فره هو ثالث المتهمين وأدانتهم المحكمة وليد النجاب كان ممنوعا من السفر من الذي ضمن وقرر أن يسافر وليد النجاب خارج البلاد مين مرع من السفر كان ممنوعا من السفر أنا بيكون ممنوع للتحقيق فترة معينة وكذا بعدين أنا بيكون ممنوع للمطلقة إحنا بالنسبة إنا اللي بيكون ممنوع بنبلغ جميع الجهات بمنعهم ممنوع الزر لكن ربما يجد هناك بعض الطرق يعني هذه برضو نحن نتابعها ولذلك نحن نتابع اليوم نتابعهم المدانين بالأول كنا نتابعهم كمتامين الآن مدانين بقرار إجرام قرار محكمة يجرمهم ألم يسافر بتدخل من شخصية سياسية مرموقة ومتنفذة لا أعلم هذا وعلى ضمانتها ما في عنا هذا الشيء ما في مطلقا ولا على ضمانته يعني هذا الكلام أنت متأكد من هذا أنا ما عنديش حسب معلوماتك أنا حسب معلوماتي وأنا يعطيني تليفونك إذا وجد أي شيء أنا رح أقولك يعني ممكن تحت الهواء نتحدث عن مرة أخرى ما فيش حقيقة ما فيه شائعات هو كان ممنوع وخرج والقضية والتحقيق كان ساري لهذا أعود مرة أخرى لما قلنا قابلا يعني الناس حين تتحدث عن توقيف وعن حبس ولا تفهم لماذا يحبس ناشط كجمال أبو ريحان أو صحفي تحدث عن فساد في وزارات إلى آخره بحجة منعه من السفر في حين أن المتهمين في قضايا فساد ولديهم أموال كثيرة لا يحبسوا وفقط يتم التحقيق معهم وهم موقفين ووقف قعدات كبير جدا مش مسيحان لقضايا فساد عشان نكون عادلين أما بعض الكبار مش موجودين طلعوا ما قدرناش نجيبهم هذا هو موضوعنا اللي باللحق فيه نعم يعني نتمنى أن يجي واحد يقول والله فلان تنزل الواسطة لأنه واسط عصار كزعطين حين تمت إدانة وهذه لا أعلم أن كانت لديك معرفة فيها عن شركة خدمات الاستشارات الإدارية في ذات القضية شركة MCS يعني الإدانة للشركة واستغرب كثير من الناس إدانة للشركة هل الشركة يعني شخصية قائمة بحد ذاتها أم أن هناك من يقومون عليها يمتلكونها عدا النجاب لأنه كان رئيس مجلس الإدارة هناك أكثر من جهة لماذا لم تعلن أصلا المحكمة رأت أن تدين الشركة ومن فيها نعم لأنه التهم الموجهة موجهة للأفراد الدولي نعم وبصفتهم مسؤولة عن هذه الشركات ولكن رأت المحكمة أنا طبعا من باب العلم بالشيء يعني المحكمة منع التصرف فيها أصبحت مدينة وأصبحت ملك للسلطة ويتابع أي واحد له علاقة في هذه الشركة التي حلت ولكن لم يتم الإعلان عن الأسماء الناس الموجودة لا محكمة مرأة تعلن ذلك طيب يعني يقولون لي أن وقت البرنامج قد انتهى ولكن هناك بشكل جدا مختصر قضايا تطرح اليوم على الساحة بقوة قضية الزهب وقضية الإسمنت هل يتم التحقيق فيهما إسمنت هذه قضية قديمة وطرح فيها أكثر من مرة وقلتم القضايا لا تسقط بالتقادم قضايا الفساد نعم وحتى الآن ما أجانا شيء جديد عما كان بالسابق وللعلم فقط لأنه صار فيه كلام غير صحيح تفضل وضع ولا أدري متعمد أو غير متعمد من الذين قالوا أنا الذي أرسلت وفد إلى القاهرة للتحري عن الملف هذا نعم أنا و أنا رئيس مجلس تشريعي أنا لأرسلت ملف يروحوا يحققوا من هناك من المصنع من الشركات ألا تكفي التحقيقات السابقة لتحويل المتهمين إلى المحاكم ما وصلوا إلى نتيجة في التحقيقات السابقة لم تكن هناك أدلة دامرة في موضوع الإسماء نعم وكل ما نسمعه هو شائعات فقط يعني يعني مش الأسماء اللي أذكورها نعم يعني يتبين أنه فيه أسماء أخرى ولكن لم يتم متابعة الموضوع بشكل كامل وجدي ومتنوع وكل ما يعرف شو السبب هل تحدثون أه لا إحنا لا نعرف ما هو السبب يا أخي ما بتعرفوش أنه لما حقنا نمسد ملف فساد على واحد في المجلس التشريعي ونقدمه للنائب العام تاني يوم يعطى أعلى وسام في السلطة هذا المتهم تعرفوش هذا الكلام نعرف هذا الكلام ولكن نعرف أنكم تقولون أن قضايا الفساد لا تسقط لا تفقط ولا منقل وأنت قلت هناك اليوم اليوم لا أتحدث عن مجلس التشريعي السابق ولا عن القيادة السياسية السابقة أتحدث عن اليوم أن تتحدث عن إرادة سياسية موجودة لدى الرئيس إذن لماذا لا يفتح هذا الملف ويحاسب الملف هذا مفتوح ليش ما أنجسش ليش ما خلصش هذا هو اللي بتسأليه نعم مفتوح نعم مفتوح إلى أبد الآبد ولكن ما بدك دليل مش أعطينا اللي عنده دليل يجي إذن يعني هي رسالة أيضا موجهة لمن يمتلك أدلة في هذا الملف أن يقدمها للهيئة ماذا عن قضية الزهب أنه زهب زهب من الريح وزهب يخرج يعني نغجينا شكاوي متفرق صغير نتاتيف هي قضية صغيرة لا القضية كبيرة ولكن الحديث عنها التوثيق لها صغير نعم فنحن نحن نرسل توجد أدلة كافية لكن الموضوع موجود عندنا وامتابعينه نعم يعني هذه إشكالية وجود الأدلة في قضايا الفساد إشكالية كبيرة جدا نعم بدي أحكي لك شغلة واحدة نعم الفاسد لا يسجل ما بصحش نحن نحارب فساد بفساد تدري ما بصير نعم يجب أن نحرص على كرامة المواطن نعم والمواطنين كلهم شرفاء وكلهم كراماء وكلهم بريئين من أي تهم عليهم نعم فمن يثبت عليه تهمة هو الذي يثبت أنه قد من المحاكمة هذا كلام أما ندور بالشوارع تعال أنت من لك السيارة من لك المحاكمة ما بصير هيك رامة الناس يجب أن تحفظ هذا الشعب من هذا بديش أنا أزايد على حدا طبعا لا نقبل إله يعني الناس يقول لك شمعنا أنتم مميزين في القانون مميزين في القانون لأننا شعب مميز الشعب الوحيد اللي سلطته أجد نتيجة الشهداء والأسرة والمعتقلين والمعاقين والمهجرين والبيوتهم تتدمروا مساجدهم مدارسهم إذا أي نظام في العالم مش مسؤول العالم العربي ممكن تفهم أنه عنده فساد إحنا ما بجوز ما بجوز يكون عندنا فساد في دولة ناس بيستنشروا فيها وناس بيستنشروا فيها مش معقول هذا ما هي الرسالة بجملة واحدة التي توجهها للناس في نهاية هذه الحلقة يجب أن تتأكدوا أنه نحن جادين في محاربة الفساد وحينما يكون فيه هناك عقبة تحول دون استمرار بالعمل سنخبركم وستكونوا على علم ونحن عهدناكم من أول يوم سنستمر بمراحقة الفساد حتى نجدد جنوره من أي مكان في العالم حيث ما يوجد أي فلسطيني وإحنا جادين في الموضوع واختونا خطوات لا بأس بها ولكننا مستمرون بدعم الله أولا ثم بدعمكم لأنكم أنتم أصحاب المصلحة الأولى شكرا جزيلا لك يعني نحن لا نهدف لبس اليأسوى لكن فقط استجلال استجلال الحقائق وتوضيحها في النهاية أستاذ رفيق النتش فئيس هيئة مكافحة الفساد شكرا جزيلا على وقتك وشكرا على كل هذه التوضيحات التي قدمتها ولكم أعزائنا المشاهدين أطيب تحية وليفلسطين المحبة والأماني بأن تبقى خالية من الاحتلال والفساد والظلم هذه تحيات طاقة من البرنامج وتحياتي وفا عبد الرحمن شوكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم